لو حضرتك بتنصح الناس اللي بتتفرج علينا يقرؤ الكتاب ويحكوه كحدوتة وبعدين يدخلوا في تفاصيله ولا يقفوا جزء جزء معه هو حكاية الكتاب إجمالي كحدوتة ترسخ في أذهان الطلاب وبعد ذلك يأتي دور التفصيل والمرحلة الأولى لابد أن يستمع الطالب إلى القصة كاملة ليتعرف على أحداثها وبعد ذلك لابد من عنصر التشويق فيها وهو يشرح له الأحداث فيقف عند نقطة معينة قد يكون فيها نوع من العقدة ويطلب من الطلاب وضع حل لهذه العقدة وهي عنصر أساسي من عناصر القصة الموجودة في المرحلة الابتدائية والإعدادية أو في الثانوية